برغم من إعلان وزارة المالية العراقية الانتهاء من إعداد بسوادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية ما زلت هناك العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل بشأن صرف الموازنة العامة أولى العقبات العائدات الاتحادية أو ما يعرف بالعائدات غير النفطية ففي ظل عدم حسم مفهوم هذه العائدات لا يزال الخلاف قائم حول أن يسلم إقليم كردستان نصف العائدات لبغداد أم هو ملزم بتسليمها بالكامل خلاف آخر يشمل مادة العشين من قانون الإدارة المالية التي تشير إلى أن المحافظات بما فيها كردستان تحصل على 50% من الضرائب دون أن تشمل الجبايات الجمهورية في حين يقضي قانون الموازنة بأن تكون نسبة 50% من عائدات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تقع فيها المنافذة طريقة استقطاع عائدات الإقليم من الموازنة من بين الأمور التي ما زالت محل خلاف فبينما تصر أربيل على أن تزود بغداد بالبيانات ومن ثم استقطاع العائدات من حصتها تصير بغداد على أن يتم إيداع المبلغ كاملا في حساب مصرفي ثم يتم استقطاعه ما يعني أن تكون عائدات إقليم كردستان في يد بغداد نقديا مشكلة أخرى ما زالت عالقة بين الطرفين وهي كيفية تصرف المستحقات المالية لشركات النفط في كردستان فبينما تعتمد وزارة النفط العراقية على سيغة العقود الخدمية في التعامل مع شركات النفط وهي تعطيها نحو 10% من ثمن كل برميلة تعتمد إربيل أسوبا مختلفا هو أنها تعطي للشركات نحو 30% من ثمن البرميلة فوائد القروض من أبرز المشاكل أيضا فبغداد تطالب حكومة الإقليم بسداد الفوائد التي أضيفت إلى هذه القروض مع سداد مبالغ القروض بينما تنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن تستقطع وزارة المالية مبالغ قروض المصرف العراقي لتجارة من حصة الإقليم من الموازنة على هيئة أقصاط أما بخصوص صرف الأموال فتلزم المادة نفسها وزارة المالية بصرف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان شرط أن يلتزم الإقليم بتسليم نحو 400 ألف برميل من النفط يوميا لغرض التصدير إلى الخارج أو لاستخدام محليا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات